وإلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن من غرفة الأخبار حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط معربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من جانبها رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بزيارة السيد الرئيس إلى برلين مؤكدة أنها ستسهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي خاصة في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومشيدة في هذا الصدد بجهود السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا التبحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل خاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعيتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمي إلى جانب مستجدات جائحة كورونا وكذلك ظاهر تغير المناخ في ظل عقاد حوار بيترسبرغ واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضي دول وسلامة مؤسساتها الوطنية ومن ثم يوفر الأساس الأمني اللازم لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تطلع بلادها لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمية مشهدة في هذا السياق بالجهود التي تفذلها مصر لدعم مساعد توصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة موسيقى 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 شكرا